هو طبعاً درجة حرارة 50 كتير عالية ما فيش حاجة ممكن تحمي منها وقل الشمس اللي هو بيعمله إنه هو بيسبب إنه إحنا ما نتحرقش يعني هو مش بيخلي إنه إحنا مش اللون يغمق أو بيعمل وقاية من أشياء الشمس الضارة نهاية توصل لنا اللي هي الـ UVB أشياء الشمس الضارة دي بتعمل إيه؟ بتعمل حروق في الجلد، تصبغات سواء التصبغات دي ممكن تبقى تصبغات غمقة في اللون أو فتحة إن بعض الأطفال بيجي لهم زي بقع بيدة في خدهم دي إحنا بنسميها حاجة اسمها تريازز قلبة عند الأطفال فالشمس ممكن تسبب بقع بيدة أو بقع غمقة وفي الحالتين طبعاً واقع الشمس بيقي من الكلام ده واقع الشمس الكامل الجودة أو الأحسن مواصفات اللي هو بيقى مكتوب عليه SPF 50 Plus وبيكون بيغطي ثلاث حاجات UVA, UVB و Visible Light ده لازم نتأكد منه عشان نختار واقع الشمس الصحيح تمام؟ تمام واقع الشمس فايدته إنه هو بيخلينا ما نتحرقش لكن مش بيخلينا إنه إحنا ما نغمقش ده يمكن المفهوم الخاطئ عند بعض الناس ما الناس تنزل للشواطئ ولا البحر دكتور عشان تعمل تاني يعني فهي تبقى المشكلة بسا كنت هتكلم معاك في النقطة دي إن التانينج أويل ده كرسة إن التانينج أويل كتير بيحرق لأنه مفهوش نسبة وقاية عالية فالتانينج أويل بيؤدي كتير للحروق بيؤدي للتهابات بيؤدي تعاية لألرجي لبعض الناس في التشاست مثلا في المنطقة دي فكتير التانينج أويل مش حاجة صحيحة بس الناس كلها بتحبوش إنها بتحب تعمل تاني أنا فيه سؤال دايما دكتورة هذا يسبب مصيبة لما ننزل البحر هل واقع الشمس جبل التانينج أويل ولا التانينج أويل جبل واقع الشمس؟ أنا أول تانينج أويل مفهوض ما نحطوش أصلا آه ها مفهوض ومفهوض إن واقع الشمس بيتحط كل ساعتين يعني كل ساعتين أنت بتجدده طول ما نتقيعت في الشمس ومفهوض ما نتعرضش للشمس من الساعة 12 لساعة 3 زهرا أو بمعنى أصح من 10 لتلاتة ده أكتر وقت فيه أشياء الشمس الدارة بعد الساعة 3 إز أوكي بس برضو بيفضل نحط واقع الشمس وان التانينج أويل ده نبتعد عنه تماما أوكي أنا أوكي هذه معلومة صادمة أنا أروح لعمان استشاري الطب العام دكتور محمد سرحان دكتور صباح الخير دكتور طبيعي معروف أن شرب الماء مهم جدا في الصيف لكن الكمية اللي لازم نشربها الأغذية الثانية اللي المهمة اللي لازم نتعاطى فيها بزيادة في فصل الصيف محتاجين مشهورتك طبعا دكتور لا أهلا وسهلا فيك أول شيء وضيفتك الكريم وشكرا للاستضافة أولا بالنسبة لشربة شرب كميات المي يعني شيء ضروري جدا نشرب كمية كافية من المي من لترين إلى ثلاثة لتر وغالبا من ثلاثة لتر يكون أفضل في شرب كمية المي ليش؟ لنعوض فقد السوائل وفقد الكمية من المياه عن طريق العرق بسبب ارتفاع درجة الحرارة زي ما نشايفين فعلا درجة الحرارة أصبحت مرتفعة بشكل كبير وتجنب ضربات الشمس جميل لكن دكتور أنا عندي سؤال فاني وهذا السؤال يعني مسبب لي يعني أني مستغرب منه ليش في ناس يجيها لا إن شاء الله خير ليش في ناس تزتشم مثل ما نحنا نقول مثلا بالإماراتي أو ليش ناس تصاب بأعراض البرد في عز الصيف ودرجة الحرارة خمسين هذا سؤال جميل جدا تصاب بارتفاع أو مثلا نزلات البرد في الصيف أحيانا قد تكون شائعة جدا ليش أولا الفيروسات في الصيف لا تعني أنه والله الجو حر وصيف رح تنتهي الفيروسات فالفيروسات اللي موجودة في الشتاء هي نفسها في الصيف السبب الرئيسي في هذا الموضوع التبدل السريع والانخفاض السريع أو الارتفاع السريع في درجة الحرارة يعني تكون في جو حار في الشمس برا وفجأة تدخل على منطقة باردة وتبدأ تنخفض درجة الحرارة سريعا بعدين الناس أيضا بتحاول تلجأ لتخفيف كثير ومبالغة في تخفيف الملابس فبيكون نسبة التعرق عالية وبيفوت مرة واحدة على مكان بارد أو في مروحة أو في مكيف بيبدأ يتسلط مباشر على اللي هو التكييف فطبعا بتتسير عرضة للإصابة بالأمراض بالإضافة لذلك اللي هو بسبب أيضا شرب الماء البارد بيعمل زي نوع من أنواع الثكنس في الليميوكس اللي هو المخاطئ اللي موجود في الأنف والفم بيبدأ يصبح نوع من أنواع السماكة فيه ويقدي إلى عرضة أيضا للإصابة بالالتهبات فإذا هو زي ما هو في الصيف زي ما فيه في الشتاء هذه الفيروسات أيضا موجودة بس دكتور الآن أنت تكلمت عن نقطة جدا مهمة هي الانتقال من مكان بارد إلى مكان حار أو مكان حار إلى مكان بارد عملية الانتقال هذه إذا أنا مش حاب أني أصاب بالبرد أو بالزكام كيف أنتقل من مكان حار إلى مكان بارد والعكس أولا المكان البارد المفروض شروط المكان البارد أنه ما تكون درجة الحرارة كثير منخفضة يعني نحافظ عليها ما بين 22 ومثلا يعني بحدود 22 أو 23 أو 24 بهذه الدرجة أولا ما يكون بارد يعني 19 أو 17 الشيء الآخر ما يكون فيه تعرض مباشر لتيارات الهواء بالإضافة لذلك ما يكون فيه مثلا انخفاض سريع يعني أكون فيه حر شديد وفجأة أدخل على مكان بارد فالمفروض أنه الشخص يستريح بعدين يبدأ بتشغيل مثلا المكيف أو المروحة أو وسائل التبريد المتاحة بحيث أنه ينخفض بشكل تدريجي كمان ما نبالغ في عملية تخفيف الملابس بحيث أنه تكون خفيفة جدا بحيث تصير التسلط أو التعرض للهواء بيكون بشكل مباشر ويؤذي الجسم بحيث ينزل درجة حرارةه بسرعة جميل دكتور على موضوع ضربة الشمس يعني أعراض ضربة الشمس خصوصا أن عندما شاء الله درجة الحرارة وصلت إلى حدود الخمسين أو تخطط الخمسين كيف نتصرف فيها؟ أولا ضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم أكثر من 40 وصعوبة الجسم للتكيف معه أو تبريده أو إعادة ضبط الحرارة هي ضربة الشمس ضربة الشمس أعراضها هي غثيان ممكن يؤدي إلى عدم التركيز أو ممكن يؤدي إلى فقدان الوعي صداع شديد هذه الأعراض التي تشوب حول ضربة الشمس اللي يجب أن نعمله في ضربة الشمس أولا سحب الشخص من مكان الذي فيه أو مكان الذي فيه درجة حرارة عالية وأخذه في مكان شوي أبرد ترطيب الجسم بحيث يمكن يلفه بشرائط باردة أو مبللة تعويض السوائل والفقد الشديد في السوائل بالإضافة لذلك تنزيل درجة الحرارة التي تصل لأقلية لـ 38 إذا وصلت لـ 38 يستطيع الجسم السيطرة على الموضوع أما إذا طبعا طلب الإسعاف وهذا شيء مهم لأنه قد يؤدي ضربة الشمس إلى الوفا لا سمح الله لا لا سمح الله مشكور الدكتور من عمان استشاري الطب العام الدكتور محمد سرحان يعطيك العافية دكتور أرجع مرة ثانية حق دكتورة مي دكتورة أنا سألت دكتور محمد عن ضربة الشمس لكن في اختلاف في ضربات الشمس من مكان إلى آخر يعني ضربة الشمس مثلا عندنا في الإمارات غير مثلا عن ضربة الشمس التي تكون في مصر الأعراض ممكن تختلف بناءً على درجات الحرارة يعني لا السراحة لا مش بتختلف حسب درجات الحرارة هي ضربة الشمس أعراضها واحدة وطبعا ده بيبقى أكتر مع طبيب العام اللي هو مثلا فيه ارتفاع في درجة الحرارة ارتفاع في الجسم فيه احمرار كتير في الجلد فزي ما الدكتور قيل إن إحنا ممكن مناخده المكان بارد ممكن نبتدي نحط مرتبات إحنا بالنسبة للجلد إحنا بنحط مرتبات ممكن نحط كريمات معينة لو في حكة أو حساسية فبنبتدي نحط كريم في كورتيزون بنسبة صغيرة جدا ليلا مثلا والصبح بنحط مرتبات وبناخد أدوية زي أنتي هستامين أقراص أرس كل يوم لمدة أسبوع أهم السؤال بما أننا في الصيف وهذا السؤال أتوقع يهم البنات أو الحريم بشكل خاص يعني عن الروتين اليومي بما أن الدنيا حر وصيف وارتفاع درجات الحرارة شو أفضل شيء الشخص كيف يبدأ يومه بالروتين اليومي للوجه وكيف ينهي يومه قبل النوم طبعا بالنسبة للنساء أكثر إحنا لازم بنستعمل غسول معين حسب نوع البشرة يعني في ناس بشرة دهنية بتستعمل غسول للبشرة دهنية أو جفة بتستعمل حاجة للبشرة جفة بتكون فيها زي نسبة ترتيب صباحا مثلا بتغسل وشها وبعد كده بتحط مرتب وبعدين بتحط واقي الشمس واقي الشمس ده بيكون برضو حسب نوع البشرة حسب لو بشرة دهنية لو بشرة جفة ممكن يكون فيه نوع من أنواع التنتت كريم يعني زي فونديشن بدلا ما بتحط ميك أب وبعد كده بتحط الميك أب بتاعها عادي جدا مثلا لازم بنستعمل زي ميك أب ريموفر أو مزيل للميك أب وبعدين بنبتدي نحط فيتامين سي مثلا لعلاج التصبغات أو أي كريم في نسبة تفتيح بسيطة أو حاجة فيها هايلرونيك أسد وبعد كده بنبتدي نحط كريم الليل كريم الليل ده ممكن يبقى عبارة عن حاجة فيها أنتي إيجينج لو حد عنده مثلا شوية تجعيد أو لو حد عنده أكتر تصبغات بنستعمل حاجة مفتاحة للبشرة بتحطها أولوفر الفيس وبعدين بتنميها لازم نشرب مياه كتير لازم نستعمل مرطبات بصفة مستمرة لازم نستعمل فيتامين سي ده أوفرول في الصيف واقي الشمس لازم يكون كل ساعتين بذات لو هي في مكان أودور يعني لو هي في مكان برا مش جوة أوفيس دكتورة شكرا لتش هذا موضوع يعني لترند هالفترة خصوصا أن الدنيا حر عندنا في كل مكان فعلا اختصاصية الأمراض كثير معلومات جدا هذا الموضوع محتاج نص ساعة شكرا دكتورة كانت معاي في الأستوديو اختصاصية الأمراض الجلدية شكرا جدا على الصرف شكرا دكتورة ميز